اشتركوا في القناة فلما وجهوا سهام حقدهم للمؤمنين جاء الرد المزلزل من عند الله عز وجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما سألتش حضرتك لو اختفت الشمس من حياتنا ايه اللي ممكن يحصل كلنا نعرف ان الشمس هي مصدر الضوء والحرارة اللي بتصل للارض وبدون الشمس مش هيكون فيه اي سلاسل جزائية اللي احنا بنعرفها بالفودتشين والشمس مهم جدا لتقوية مناعة الانسان ومحاربة الامراض وتقتل ملايين الانواع من البكتيريا الضارة والتعرض لاشعة الشمس النافعة بيفيد الانسان في تقليل ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليستيرول وسبب ارتفاع نسبة الاكتئاب في السويد رغم انها بلد غنية جدا هو قلة ظهور الشمس في السويد واشعة الشمس النافعة مهمة جدا للجسم لتحفيز افراز فيتامين دال اللي بيمنع هشاشة العظام ومع جروب الشمس يحل الظلام واللي ليه فوائد مهمة جدا ما تقلش عن فوائد النور تخيل حضرتك لو الشمس مستمرة 24 ساعة ايه اللي ممكن يحصل لنا بكل تأكيد هيحصل التراب في النوم وحيقل التركيز بشكل ملحوظ قال الله تعالى واجعلنا الليلة لباسة واجعلنا النهارة معاشة صدق الله العظيم واذا كان الله عز وجل مالكا للمشرك والمغرب فبكل تأكيد هو مالكا لكل الجهات فأي جهة نتوجه اليها في الصلاة بأمر الله فنحن نكون متوجهون للقبلة والجهة التي أمرنا بها الله عز وجل فلما أمر الله عز وجل المسلمين بالتحول من بيت المقدس للكعبة المكرمة أطاع المسلمون أمر الله عز وجل فلله المشرك والمغرب وأذن الله عز وجل للمؤمنين بالصلاة في كل مكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجداً وتهورة وده أفضل رد على هؤلاء الظالمين اللي سعوا في خراب المساجد فإذا سع هؤلاء الظالمون لتخريب مساجد الله فالأرض كلها مسجد لله وقد يكون المؤمن معذوراً بمرض أو صلب أو أسر أو صفر فأينما تول وجهكم فثم وجه الله فصلوا لله إن الله واسع عديم واسع الرحمة بعباده عليم بأفعالهم لا يغيب عنه منها شيء سأل سائل هل يجوز الصلاة في أي جهة استناداً للآية الكريمة مع القدرة على التوجه لبيت الله الحرام؟ هنقول له لا طبعاً لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة أما في حالة السفر زي السفر بالسيارة والطيارة فلا يمكن تحديد اتجاه القبلة بدقة وقد يأتي وقت الصلاة فماذا نفعل؟ في هذه الحالة نجتهد أن نقوم بأداء تجبيرة الإحرام ونحن متجهون للقبلة ثم بعد ذلك نصلي أينما توجهت السيارة أو الطائرة أما في حالة العجز عن استقبال القبلة زي في الحرب ومواجهة العدو وفي حالة المرض والصلب فيكون الإنسان معذوراً ويكون له أن يصلي في أي اتجاه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فمن ارتبط بالله لا يرتبط بمسجد فالأرض كلها مسجد لله وذكر لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سبب نزول هذه الآية هي الصلاة في السفر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو متجهاً من مكة إلى المدينة وفي الآية الكريمة إثبات لصفة وجه الله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته وفي هذه الآية الكريمة سنلاقي مواساة للمؤمنين الذين سيفتنون بهذه الأحداث من تهديم المساجد فهل تتحمل أن ترى بعينيك المساجد وهي تهدم بكل تأكيد أنه أمر في غاية الصعوبة فجاءت الآية الكريمة لتواسي المؤمنين الله واسع عليم نجد من أسماء الله الحسنة الواسع والعليم فالله عز وجل واسع العلم وواسع الفضل وواسع القدرة والله عز وجل واسع الملك وواسع السلطان وواسع العطاء واسع القرم والجود وواسع الغنى وهو عليم بكم وبقبلتكم وبصلاتكم وباشتهادكم لا يخفى عليه شيء ولا تغيب عنه غائبة والله عز وجل عليم بالأقوال والأفعال وبواطن الأمور وإذا كان الله عز وجل واسع العطاء لكنه يعطي بعلم فيعلم من يعطي ومتى يعطي وكيف يعطي وأين يعطي فالله عز وجل يعطيك ما ينفعك ويمنعك ما يفسدك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فإياك وأن تقنك من رحمة الله إن ضيق الله عليك في الرزق أو المال أو الولد فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم وليس كل عطاء الله مال فهناك عطاء الصحة وعطاء الرضا وعطاء البركة فرض بما قسمه الله لك والله عز وجل عليم بالماضي والحاضر والمستقبل عليم بالممكن والمستحيل عليم بالدقيق والعظيم بالصغير والكبير جزاكم الله خير عز وجل يمتركوا في السنة عز وجل وفاقوا في الرجال يعطاء الله خير يا رجل أرس الجل والكبير يمتركوا في اشخاص وفي ألوك أرس جل الظل وفي أطلق ترجمة نانسي قنقر